بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبركاته ومرحبا بالجميع الى كتاب بيال ليعيكم بروند طبعا رأينا فيما سبق لتيجر النمر فدي الفقر ان شاء الله سنرى قصة اخرى كما نلاحظون عندنا كتاب بيت مر كتاب بيال يوم بسم أرافا La mère morte, la femme, fut un moment sans âme. Le père écrasé de chagrin ne retrouvait pas son courage. Ce fut l'ici, la fille aînée, qui le réconforta. Elle aussi, pourtant, avait le cœur déchiré. Mais devant son père accablé, devant son frère et sa petite soeur, son soutien, elle avait senti qu'un grand devoir s'imposait à elle. Donc, nous voyons ici un sujet qui relacionait à l'homme, la mère morte, qui explique la mère morte, qui s'est dit, et qu'on a tu fait, ou meit. La mère morte, l'homme m'a dit, on va faire le verbe, le verbe m'a dit, la mère morte, l'homme m'a dit, la femme, fut un moment sans âme. طبعا هنا عدنا نغغب اتر مصرف في كلمة اللعضو كما نقول هنا كما نقول كما نقول إذا صرفنا هذا في البرزن سنقول العائلته هي بدون روح طبعا لا ما نقصد بروح العائلته هي بدون روح إذا هنا عدنا نغغب اتر إذا صرفنا نغغب اتر في البرزن صرفنا في الحاضر لكن هنا سنصرفه في الماضي سنقول العائلته كانت بدون روح ثم نقول أمامو لحظة ما إذا العائلة كانت بدون روح في لحظة من اللحظات عندما توفيت الأم لا فهم فيه أمامو سنزام إذا العائلته كانت في لحظة بدون روح إذا العائلته كانت بدون روح إذا العائلته كانت بدون روح ليحير ليحرك ليبعث في الحركة أو الروح إذا الأم التي كانت تحرك هذا المنزل فقد توفيت إذا طبعا طبعا يعني الحزن يعني ساحقة كما نقول هنا الأب مسحوق بالحزن كما نقول بأنه تدمر بهذا الحزن الحزن الذي دمر حياة الأسرة وحياة الأب الورث إذا ما شخزته بدون ربوح سوفينeh ينهتون awakنهتون لم يعود يجد شجاعته لما مرت لا فامي فيها ممان سنزعم لو بير ايك خازي لشاقران نرو تروفي بسان كوراج إذا هو لم يعود يجد شجاعته بعدما توفياتي الأم سوفي لوسي لقد كانت لوسي إذا نتكلم عن الإبنة لا في أني إذا ما نتكلم عن لوفيس أني إذا نتكلم عن الولد الكبير في الأطفال نتكلم عن الإبن الأكبر من بين باقيات إخوته إذا يسمى أني بدون أ هنا نتكلم عن لا في أني طبعا سنضيف أ الخاصة بالتأنيت إذا نتكلم عن البنت الكبرى لا في أني طبعا في العكس نقول كادت لا في كادت أو في المذكر نقول لوفيس كادت إذا نتكلم عن الإبن الأصغر من بين إخوته إذا سوفي لوسي لقد كانت لوسي طبعا نفس الطريقة عندنا لذعب أتر في الباسي سامبل كان ممكن نقول مثلا في البريزن سي لوسي سي لوسي طبعا ندع هنا أي أي الخاصة بالآتر في البريزن لكن هنا نتكلم عن آتر في الباسي سامبل كانت سوفي لوسي كانت لوسي وقالتر في البريزن اللي اللي سندته طبعا لفرب ريكونفرطي يعني عزر أو آسر أو آزر كما عندنا هنا لفرب ريكونفرطي كونسولي كونسولي يعني انك تقوي سولاجي 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 أنك تخفيف سولاجي البان أنك تخفيف الحزن غضوني دي كوراج أنك تعطي من جديد وتبعث من جديد الشجاعة تبعث من جديد شجاعة في شخصين ما إذن نتكلم عن غضوني دي كوراج إذن كل هذه المعاني تجتمع في ريكونفرطي يعني أنك تعزي تو آسر إلى غير ذلك سوفي لوسي سوفي لوسي لا في أمي كيلوغي كونفورطة إذن لقد كانت لوسي البنت الكبيرة أو البنت الكبرى من بين إخوتها كيلوغي كونفورطة التي سندته التي عزته وسندته وآزرته لوسي هي أيضا بورطن رغم ذلك كان عندها القلب ممزق تبلغ يعني في المزق إذن كان عندها القلب ممزق لأن أمها توفيت فهي أيضا تحس بحزن شديد أمام أبيه أمام أبيه أمام أبيه أمام أبيه طبعا أكابل كما نلاحظونا إليا بليه يكسبرسيون كيف يدير لامام شوز إليا بليه يكسبرسيون هناك في الأعلى يكسبرسيون كيف يدير لامام شوز هناك عبارة التي تريد أن تقول لامام شوز نفس الشيء نقصد هناك عبارة في الأعلى لها نفس المعنى هي هذه العبارة والتي رأيناها قبل قليل كم نقول بأن الأب مضمر بالحزن الأب مضمر بالحزن لكن قبل 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 و對م و ذق وت Leben مضمر بالحزن فل Listen وضم اود مع منصف فلصف و صوتها و AUDIENCE و صوتها إذن أمام حالة أخي وحالة أختي الصغيرة بدون دعم نتكلم حين عن لوفرب ستنير فعل دعم ستنير يعني دعم دهوم سن فخير إذا بتت سر ثم أمام أخي وأمام أختي الصغيرة بدون دعم اللداني باقية بدون دعمين إلا في سنتي ك أغمان دووار سنمتوزي أهل إلا في سنتي ك أغمان دووار سنمتوزي أهل إلا في سنتي إذن يأحسزت يأحسزت تاب إن أكيد نالو verب سنتير فعل شاما أو أحسزى بيشي إلا في سنتي إذن يأحسزت ك أغمان دووار بأن واجبا كبيرا سامبوزي أقال أنه فريدة عليها نتكلم عن الوفاب سامبوزي هذا فعل فريدة علي إنسح التبير أحيانا نتكلم عن الوفاب أمبوزي يعني أنك أنت تفرض شيئا على شخص آخر ومن مثل كلمة لامبو ومن كلمة لامبو الضريبة كما نقول فريدة كما كننات ام الموت لت فريدة عليها والقد اعجبني لخوة التي لاحقان نعترفيه وغيرا ما اشيده سوفي لسيه فريدة عليها تنجيه والتي يذهبوني لها كنكن يتراني وأحياني لديه للتعيد وأحياني مع بعضه أحياني وجربه أحياني وزيتي وأحياني لديه أحياني أحياني أتكلم عن قول موليد لكنك فريدة عليها أحياني وضع ذاته يصف على السامبوزي ترجمة نانسي قنقر 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 يعني بشجاع. هنا لا نتحدث على ذاب يعني صاهرة صاهرة الليل بقي مستيقدا في الليل. هنا كلمة اخرى عندنا بشجاع. احيانا نتكلم عن يعني شجاع. الستميز الابوزون. اذا بشجاع هي وضعت نفسها الابوزون في العمل. اذا هي اخذت تتعاطى مباشرة للعمل بعد وفاة امها. رأت بان هذا هو الصواب. انتني فوغت نتخز دعوات. اذا انتني فوغت. اذا هي لم تكن قوية نتخز دعوات ولا بارعة. اذا هي لم تكن قوية ولم تكن بارعة. رغم ذلك فهي اخذت هذه المبادرة القوية. اذا فيما الستميز الابوزون. الابوزون. الابوزون يعني وضع نفسه الابوزون. المقصود انه وضع نفسه في العمل. انه ارتمع الى العمل. اخذ مبادرة العمل. اذا فيما بشجاع. بشجاع. الستميز الابوزون. اذا هي وضعت نفسها في العمل. اخذت نفسها الى العمل. الناتني فوغت نتخز دعوات. اذا هي لم تكن قوية. ولم تكن بارعة. او دي بي. بالبداية. مالسان جيني. مالسان جيني. ولكن كانت تجتهد. اغبت الاجست. كالابي بفاق اسمار. التي كانت تراها تفعل. اصمار. لامية. المقصود من امية. اذا كما عندنا هنا. سانجيني. فاق دوسوميو. يعني ان يفعل الشخص. الاحسن لديه. ما عنده من الاحسن. اذا ان يفعل الشخص. ما عنده من الاحسن. المقصود ان يجتهد. في فعلين او في عمالين. احسن ما لديه. اذا هي لم تكن بارعة. ولم تكن قوية. مالسان جيني. لكن كانت تجتهد. اغبت الاجست. اغبت الاجست. في اعادة او في تكرار. الاجست. وجه Luسك تهم tenفع. اللتي كانت تجتهد. جهرة في طüy الفل المقصود. وأستمر. من المقصودين. إذن هي توصلت لتأخذ المنزل في ترتيب إذن هي توصلت إلى أن ترتب المنزل إلى أن تضع المنزل في ترتيب أن تجعل المنزل مهيئا وبقوة الصبر طبعا أحيانا نتكلم عن ذغب سباسيونتي أحيانا نتكلم عن ذغب سباسيونتي فعل سابورة أو انتدارة إذن هي أفرس دو پاسيونس و دو ولانتي وبقوة الصبر و بقوة إرادة ومنا مثلا لوفر بولوار فعل أرادة جهو أن أريد إذن هنا عندنا لوفرانتي الإرادة إذن هو لوفرانتي إذن هي وصلت طبعا لوفر أرادة هذا فعل وصلة ومنا مثلا كلمة لوفرانة الوصول إذن هي توصلت لتأخد نقول مثلا تيا خد اقبض إذن هي توصلت لتأخد المنزل في ترتيب البالدس لاذي كوزي فازي لكوزيين إذن هي كانت يونس لاذي لاذي كانت تلتيب أو تاقوم بتسبين كوزي هنا عندنا لهاPR كودر كودر أجب أن نصر في لامبة اغwir في ال كل پاكوزي هذه أقول كوزي . هي كانت تأخد كانت تأخد في زيكوزيين ثم كانت تاقوم بالمطبخ في زيكوزيين تو مكانت تطبخ البالايي طبعا هنا عدنا لوفير بالاي لعري طبعا عدنا هنا لوفير بلعري كوزي هذا سي لوفير كودر هذا فيع الخاطة فزي لكوزين فر لكوزين يعني أنك تطبخ وتقوم بأمور المطبخ أل نيبالسي سون فرير بارتر بوخ لكول عذيك انبلوز ديشيري إذن هي لم تترك أل نيبالسي إذن هي لم تترك سون فرير أخاها أخاها السغير بارتر بوخ لكول يدهب إلى المدرسة أغذيك انبلوز ديشيري أغذيك انبلوز ديشيري بلي باسين ممزق بلي باسين ممزق أو دي سولي يمال بخوبر أو بحيداين ممال بخوبر ممتسر لكوزي 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 جسك لكوزي 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 ترافقة له مقصود أنه كانت ترافقه جسك لغوت إلى حدود الطريق أو إلى الشارع اللويدزي هي تقول له لكوزي 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 الصغير كانت تصهر على أختيها الصغيرة كل اليوم كانت تصهر طبعا لكوزي طبعا لكوزي لكوزي طبعا لكوزي كان يجد كل شيء شك شوز كل شيء في مكانه وفي المساء عندما كان يعود الأب من العمل كان يجد كل شيء في مكانه في المنزل بيان بخوبر نظيف جدا نظيف جدا عكس كلمة مال بخوبر كما رأينا قبل قليل مال بخوبر يعني عكس نظيف إذن دوت لاجورني ألوي سورسا بتيت سور إذن كل اليوم هي كانت تصهر على أختي الصغيرة لصوار وفي المساء كوزي عندما الأب كان يعود من العمل يلتخوفي شك شوز أسا بلاس كان يجد كل شيء في مكانه دون لاميزون كلمنزل بيان برابر نظيف جدا أسور لطابل بخوبر وفوق المائدة المهيئة طبع نتكلم عن الوفر بخوبر في عل هيئة لطابل بخوبر لطابل بخوبر نتكلم عن كلمة مؤنة هنا هنا بخوبر نضيف لأ نتكلم عن كلمة مؤنة نتكلم عن كلمة مؤنة أسور لطابل بخيباري وعلى المائدة المهيئة لا سوف في ماء لا سوف في ماء الحساء تدخين الحساء كان يخرج منه بخار كان يجد حساء يخرج منه بخار المقصود بأنها ساخنة كوم ناقار كوم ناقار طبعا ناقار نقصد بها قبل الأيام القليلة التي مضت تماما مثل الأيام القليلة التي مضت والتي كانت في الأم موجودة إذن هنا البنت تقوم بنفس الشيء وكأن الأم محاضرة أسور لطابل بخيباري لا سوف في ماء كوم ناقار إذن وعلى المائدة المهيئة لا سوف في ماء الحساء كانت تدخين كان يخرج منه بخار كوم ناقار متلى قبل قليل أو قبل أيام كوم ناقار لا سوف تقوم بنفس الشيء إذن أب هنا كوم ناقار كان ينظر كوم ناقار طبعا كلمة ميناجر ممكن أن تعني أدوات وأواني المطبخ ميناجر ممكن أن تعني أدوات وأواني المطبخ وأيضا تعني كما عندنا هنا مديرة المنزل ميناجر تعني مديرة المنزل لاب ترغردي لاب ترغردي لاب ترغردي إذن أب كان ينظر إلى المديرة السغيرة للمنزل أفك دزيو أمي كان ينظر بعينيني أمي أمي متأترا كان ينظر بعينيني متأترا تيويانت أبون أنت شجاة تيويانت أنت شجاة أبون أبون طبعا بون ممكن أن تعني جيدة كما في المذكر نقول بون بون جيد أو طيب وممكن أن تعني خادمة أبون وخادمة ديزا تيل كان يقول كان يقول لا إذن هو كان يجد مرة أخرى شيئا فشيئا سون كوراج شجاعته إذن طبعا البنت هنا ساعدت الأب كما نراحب بأن يجد رغبته في العمل وفي الحياة بعدما كانت الأسرة بدون روح يعني أنها لا تدري ما تفعل إذن هو بدأ أن يجد شيئا فشيئا سون كوراج شجاعته إذن هو كان يعمل كما لو أنه لم يعمل قط كما لو أنه لم يعمل قط كان يعمل بطريقة مختلفة تماما عن عمليه السابق إذن هو بدأ يعمل بشكل جيد أحسن مما كان نسعد تبير إذن ماذا فيما يخصت الفقرة نستأمل مع بقيتها في الحلقة القادمة حيكم الله وإلى لقاء قادم بإذن الله شكرا